والآن يطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي طائرة جيش الاحتلال يطلق طائرة لا نعلم إذا كانت هي للتصوير أو لإلقاء القنابل الغازية الآن تتقدم هذه الطائرة في هذه الأثناء جيش الاحتلال يطلق طائرة في هذه الأثناء إطلاق للرصاص الحي في هذه الأثناء جيش الاحتلال يطلق الرصاص الحي أوضاع صعبة للغاية في هذه الظلمة وفي هذا الظلام الدامس في هذه المنطقة بالكاد فقط الإطارات المشتعلة هناك عدد من الإصابات هناك إصابات يتم نقلها في هذه الأثناء إلى مركبات الإسعاف والهلال الأحمر أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي الرصاص بصورة مباشرة على الشبان في هذه الأثناء داخل مركبات الإسعاف يتم تقديم العلاجات لهم وهناك طائرة في سماء بلدة بورقة طائرة عن بعد لا نعلم إن كانت من أجل التصوير أم لإلقاء القنابل الغازية هذا المشهد المتوتر مستمر في بلدة بورقة والموعد الرسمي لعملية المسيرة الرسمية التي دعت لها القوى والفعاليات الوطنية هي على بعد ساعة من الآن يعني من المتوقعة تنطلق تمام الساعة السابعة والنصف ومسيرة المستوطنين ستكون تمام الساعة الثامنة والنصف ترجمة نانسي قنقر